إذا نكمل على التمرين نتابع إذا نقل لك حد عند اللحظة 1 نقاط التي تنجز حركة نحو الأسفل والتي تنجز حركة نحو الأعلى 1 1 N1 P1 هنا S إذا السؤال الرابع النقاط التي تنجز حركة نحو أسفل النقاط التي تنجز حركة نحو الأعلى تنجز حركة نحو الأعلى لك أن تنجز حركة نحو الأعلى لك أن تنجز حركة نحو الأعلى نقاط نقاط M و N نقاط M موجة لفتح القطعة M-N نقاط M-N يمكن أن تنجز حركة نحو الأعلى و الأسفل لك أن تنجز حركة نحو الأعلى ولكن الموجة لفتح و الأسفل بشكل جديد لك أن تنجز حركة نحو الأعلى لك أن تrek Bryan تنجز حركة أن تنجز حركة أعلى نتابع نقوم بجملة بالصرف نحو الأسفل هي النقط التي تنتمي إلى إذن بين M و N انظروا الموجة أن M و N ستخرج نحو الأعلى و M P ستبقى و N ستبقى نقوم بجملة نقوم بجملة P1 N1 هذه القطعة و نحو الأعلى تكون قطعة N1 و P1 خامسا قل لك مظهر الحبل عند مظهر الحبل عند اللحظة T تقوم بجملة 3.6 ستبقى فيما يقول لك مظهر الحبل نرى ما قلنا المظهر يجب أن تعرف مسافة المسافة نحو الأعلى نحو الأعلى نحو الأعلى المسافة المقدمة الموجة تقوم بجملة تمثيل مظهر الحبل لتمثيل مظهر الحبل عند T تجوج عند تجوج يجب يجب حساب المسافة التي تقطعها الموجة تقوم بجملة خلال هذا الانتشار إذن الموجة تقوم بجملة تقوم بجملة هذه المسافة تصل إلى 1 لحظة T ولكن تتعرف إذا نريد نحو الأعلى من S من هنا من 0 هنا تقوم بجملة تقوم بجملة 0 مثلا ثلاثة نقطة إذن نريد نحو الأعلى من S خلال المدة الزمنية دلتا التي هي نسمى النقطة مثلا نسمى R تقوم بجملة اسمه R تقوم بجملة ناقص T تقوم بجملة تقطع الموجة مسافة ما تقوم بجملة اس ر إذا لم تذهب من اس ر الر ونحسب بسرعة V إذا نحسب المسافة لدينا V D على دلتا T هكذا عندما نقوم بجملة المسافة D إذا D ستقوم بجملة V في دلتا D هي S R في هذا الحال ذات تقوم بجملة نفسها D ناقص T0 و TR سوف تقوم بجملة حرف R إذا نحسب المسافة بين S و R سرعة لجملة 5 تقوم بجملة تقوم بجملة نقطة R مدد الزمنية بين 0 و تجوج تجوج حال تجوج حال 3.6 ناقص 0 إذا نحسب حالة تجوج فصيلة 5 نضرب 3.6 أعطتنا تسعود كما نفعل الطريقة الثانية تفهم تسعود تسعود ماذا نفعل نفعل S نحسب 3.6 مثلا 1 3 4 5 6 8 10 1 3 4 5 6 9 8 10 تسعود ولكن نحافظ تسعود تسعود كالرسم مقدمة من هنا تسعود تسعود مربعة بشكل أول تسعود 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 لا يوجد الرسم هذا هو المدار تسعود 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 ولكن هناك طريقة الثانية من هذا نبدأ نبدأ من هذه النقطة M نرى كيف تعرف خلال المدة الزمانية نرى الطريقة الثانية دلتا ت 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 مت ت مسبح سا جدا لكن المسافه التي تدت و هل تحركيك مصدفين و ،و Vorteين أس و نقطة أغ يعمل مصدفين بما أن أس و أغ و المدة الزمنية التي قمت بأس و أغ و كانت الأسم منه بدأت بحسب من أس لقد يعمل عدت من أس و أغ هنا أين بدأت على حسب أخذت المدة الزمنية و أغ يعمل مصدفين و غادية ضرورة في 40 لكن المسافة لا تخرج ليس سعود تخرج ليس سعود سوف يأخذ لي 3 اذا المسافة قلنا على التجوج التجوج هي النقطة فينا الطاحية و التجوج 1 هي مدر الحبل عندها النقطة M اذا المسافة قلنا هي M 1 او R M 1 اذا المسافة قلنا 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 قطعة المسافة دي تساوي M و R نحسب لدينا V تساوي D على دلتا T اذا دلتا T هي قلنا قلنا نحسب D يعني دي هي V في دلتا T هنا هي D V في دلتا T اذا نعود دي قلنا يبين نقطة M 1 و R V تبقى تساوي دلتا T يجوج دلتا T تساوي نقص T ساوي دلتا نقص دلتا T يجوج دلتا T تساوي 6 3.6. hitting the same to the average ناقص to a 101. حسب أن هذه يظهر بها صدر 3. لذا . 1.5 3.6 1.6 ناقص 1.4 ستعطي 3 متر إذا المسافة بين m و ang 3 متر ولكن هل رأيك سأحسب هذه الثلاثة التي اخرجتها لدينا S 1 3 4 6 7 8 10 11 11 11 ترى هذه النقطة M في كينها M1 إذا بين M1 ثلاثة 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 1 ثلاثة ثلاثة هذا هو مظهر الحبل ثلاثة نفس المظهر دائما هذه النقطة R في نوصلة 90 هذا ثلاثة 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 إذا المظهر الحبل دائما هذه المدة الزمنية التي نأخذ المدة الزمنية بين هذه اللحظتين دائما أرى منها ثلاثة 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 ماذا يبقى سؤال ثلاثة 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 نعتبر نقطة Q تبعد عن S بالمسافة 12 متر ثلاثة ثلاثة نعطى المسافة بين S و Q لأنها تقوم بـ 12 متر ثلاثة في أي لحظة يبدأ النقطة Q في الحركة إذا تبدأ Q في الحركة إذا تبدأ تبدأ النقطة Q بالحركة عند وصول مقدمة الموجة كذلك عارفنا السرعة تبقى ثابتة إذن نحسب T تبدأ ما هو اللحظة عند وصول مقدمة عند اللحظة اسمه إذا نفس الشيء تقطع الموجة مسافة D خلال مدة زمنية دلتا ماذا تفعل؟ T وصلت 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 من المنبع مسافة من المنبع هذه سوف أعطينا S لن أعطي أعطي أخر أحسب مننا إذا من المنبع T نسمي T س تقوم وصلت تقوم أول وصلت V ساعد Delta T وصلت وصلت المشاة Delta T ماذا تفعل Delta V Delta T يجب TQ T T T ساعد 0 نحن نحسبها كاملا تقو 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 المسافة هي 12 السرعة 5 تبقى ثابتة لماذا؟ لأن الواسط متجانس في هذه الحالة تقو 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 4.8 سنة و كثيرا لم تقو 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 4.4 سنة هذه المسافة خلال المدزمية 9.4 سوق من بعد وصلت لي النقطة R الكبيرة هنا وهي تسعود شحال مدزمية 3.6 حتى الوقت تزاد في الأول كان الوقت 0 مثال كان نأخذ كرونو باديم 0 إذن قطعت لي المسافة وصلت هنا في هذه اللحظة التي تجدناها 4.8 منطقيا عندما تخرج لك أن تقل من الأول لن تكون غير منطقيا السؤال الأخير يقول لك هنا في أي لحظة تتوقف النقطة إذن قطعت تتوقف النقطة Q حركة عندما تغادرها الموجة انظر كيف يفهم جيد هذا هذه النقطة التي تتبع لنا على المنبع بـ 12 متر إذن هنا في هذه اللحظة عرفناها وصلة معاش 4.8 ثم نريد أن نعرف أين تفوتها أرى هذا الوقت؟ هذه الموجة تايرة عندها واحد الوقت وهو دلتة T صورة أرى هذا الوقت إذا نريد أن نعرف الآن من الموجة لا تغادر ما تفوت؟ هي معاش وصلات زائد ما هذا المدة الزمنية تصغرقها لكي تفوت هذه الموجة إذن هي 4.8 زائد هذه المدة الزمنية حسبناها تصغرق المدة واحدة هنا المدة تصغرق نقطة من الحبل كل نقطة واحدة تصغرق لكي تصغرق فصيلة 8 زائد 0.8 إذن إذن 4.8 0.8 ثم 5.6 إذن تغادرها عند اللحظة 5.6 ثم هذا هو بالنسبة للتمرين قبل تأخذوا تمارين ثم الضوء البرق وبعد مرور ثلاث ثواني سمع الصوت الرعد أوجد المسافة الفاصلة بين الشخص والموضع الذي حدث فيه البرق نعطي سرعة انتشار الصوت في الهواء وسرعة انتشار الضوء البرق في الهواء إذن هذا التمرين هناك شخص وهنا هذا يرى البرق وهذا يسمع واحد الرعد إذن أول شيء يجب أن نلاحظه المعطاية أن نعطي سرعة 340 متر هذا الصوت الرعد ونعطي سرعة تهيار السرعة لأنها تهيار السرعة ولكن تهيار السرعة 10.8 متر على السجن تلقى بإذن الضوء البرق أستطيع أن أحسب المسافة أحسب المسافة بين الشخص المسافة وموضع حدود البرق تحسب المسافة هذا المسافة بين الشخص هذا المسافة يد إذن نحن تحسب المسافة تحسب المسافة يجب أن تحسب المسافة وعطي لك معطاة دلتا ت تقوم بحالة ثلاثة ثم لكن هذه المدة زمانية بين حدود البرق والراد والراد الزمنية تحسب المسافة حدود البرق والراد وعطي لك وهذا المدة الزمنية تحسب المسافة إذن لابد نعرف هذه المسافة تحسب المدة الزمنية بين الشخص حتى هذه المسافة تحسب المسافة سوف تقوم بها مسافة بين الشخص والموضع ولكن هذه المدة الزمنية بين البرق والراد إذن أنا لا يوجد حدود لا يوجد مباشرة تحسبها كيف كان أول شيء بالنسبة للبرق حيث البرق عبارة عن ضوء عنده السرعة نسميه السي حيث تحسب المسافة ماذا تقوم بها ما تقوم بها تقوم بها المسافة على من على المدة الزمنية المدة الزمنية في هذه اللحظة سأخذها نسميه مثال الزمنية هنا ضوء سأخذها نسميه الزمنية إذن لن نريد أن نخرجه من هنا الزمنية ما تقوم بها يد على ألسة أعطر أرجع لكم هذه الأساسة أنا أريد أن نشرح تمرين لن نخرجه بالنسبة للرعد وهو عبارة عن صوت لذلك يجب أن تقوم بها تقوم بها على T لماذا لا أعرف ما تقوم بها دلتا T لن تقوم بها دلتا T ليس هذا دلتا T نقوم بها نقوم بها نقوم بها لن نحسب 0 بما أن تقوم بها لأن المدة الزمنية تقوم بها لن نقوم بها لذلك هذا العلاقة نحسبها هنا ما تقوم بها تقوم بها لذلك تقوم بها تقوم بها على تمرين لكي يعمل التي أجعلها اتا ان اعطينا سرعاتين مختلفين لذلك لذلك التي سأجعلها البرق إذا سوف تأجعلها لذلك هذه في التمرين آخر نفس هذه ولكن في التمرين آخر لا تتعلق بالرعد والبرق إذا نعم هذا الجوج يجب أن تعرف هذه المدة زمانية هذه المدة زمانية لعطينا هم الرعد والبرق هو المدة بيناتهم دلتا تي ما تساوي دائما في دلتا نقوم بفينال ناقص انيسيال نقوم بفينال ناقص انيسيال نقوم بفينال ناقص انيسيال ماذا ستترلخر هنا في يوم؟ هنا سألتناقش ماذا سترلل من الموضوع ماذا سترلل من الموضوع أو كيف يتعلق وكيف يتعلقنا بنا نسبة أما هو في الواقع أما حاجات آخرين كيف يتعلق قبل أن تسمع الصوت الرعد ترى البرق يريد أن تهم ذلك إذا بدأت الضوء تصدر طوالها من السماء الصوت الرعد لماذا؟ ها أنت فالصرحة الضوء الذهاب الضوء ثلاثة في عشر سرعة كبيرة إلى ثلاثة وعشر ثلاثة وعشر من الأمور الضوء هو الذي يصل إلى الأول ثلاثة الصوت والاخير ونحن الاخير هو ناقس تا يميه صافي لأنه لماذا قد نستطيع المدة الزمنية حتى يكون الرعد والبرد هذه هي من الرعد وهذه هي من البرد صافي اذا قد نستطيع تحلل المشكلة تساوي تا يميه تا يدعي على V ناقس دا على الساوي ناقس 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 وفق نقلب ونقلب ها هي دا مثلا اشترك طرف الاخر نقص 1 ناقص نقل ونحن التقديم المدى الزمنية هي ثلاثة سوق ثلاثة سوق ثلاثة ثواني واحد على ثلاثة واربعين ناقص واحد على ثلاثة ثلاثة فعشرة أس ثمانية ثلاثة ثمانية في القائل الناس hilarious ثلاثة ثمانية ناقص واحد على ثلاثة فعشرة أس ثمانية بعد ذلك تعطيها تقريبا Run ten 20 بس ناقص ثلاثة تقريبا واحد كيلو مالذي صافي؟ وكيف نحن وترى وخصوصا هذا التمرين نعوده قليلا صحيب وهذه التطبيقية التي تستخدمها في المقرر لديك هذا التمرين وهذا تستخدمها في المقرر في البكالورية نحاول تعوده مهم من التطبيقية ثم مهم من الكيلو مجرد نعود إلى الوحا يوجد تمرين نzetدار الجديد تمرين ؟ يريد الحاكم مع السيونسات ولكن يجب أن تجعل هذا الفهم أجل تنميك لديك حساب مباشر توجد حساب مباشر تمرين جديد تعمل في الحصف وتعمل تمرين باستخدام عندما أثناء طوال تمرين بالبرق والرعد هنا في تمرين اخر تونف الشيء سنحتاج الى هذه العلاقة لأن الزمن يختلف لماذا؟ مثلا لحساب سرعة الصوت في مادة فليزينا ستعمل ادوات تالية خرطوم من نحاس وهنا لاقت صوت نضع لاقت المسافة الدي من طرف A المسيرة هنا عندما نطرق طرف A المسيرة يسجل لاقت صوتين تفصل بينها ومدة زمانية إذا أعطيك المدة زمانية من الصوتين أعطيك المسافة فسر سبب تسجيل قطرة ولماذا شرحت لكم؟ قال لك هنا أعطيك صور لك اوجة تعبير هذا تعبير بحال هذا الشيء غير بلص لا تصدر أحد V أعطيك؟ فتكتمرينا لن نضع لكم واحد تصدر V كويفر النحاس واحد تصدر ماء نضع لهم سيكون لديك جوج السرعة كما لا تصدر يلا الله يسهل لكم أعطيك أعطيك أعطيك